المساء من سكاينيوز عربية مع ماجد الفارسي انتهت اجتماعات لجنة عادة الانتشار في الحديدة من دون اي نتاج وخلال الاجتماع مع رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايك روليسغارد وفد الحكومة اليمنية رفضت ميليشيات الحوثي الانسحاب من الموانئ وفقا لاتفاق السويد اجتماعات السفينة التي عقدتها لجنة اعادة الانتشار الثلاثية في عرض البحر الاحمر تنتهي من دون نتائج وهو ما ارجعته مصادر يمنية الى رفض الحوثيين تنفيذ المرحلة الاولى من اتفاق الحديدة الذي ينص على انسحابها من الميناء الرئيسي بالمحافظة وميناء رأس عيسى والصليف المصادر اكدت ان نتائج محادثات السفينة جاءت خلافا لما ورد في اعلان الامم المتحدة يوم الاربعاء عن تقدم باتجاه اعادة انتشار القوات الى خارج المدينة الساحلية ويبدو ان الامم المتحدة حصرت مهام بعثة المراقبة في اجراء مباحثات بين ممثلي الحكومة والمتمردين ومراقبة وقف اطلاق النار من عرض البحر الاحمر فقط اذ استأجرت سفينة كندية ترسو قبالة الميناء لتكون مقرا لأعضاء البعثة البالغ عددهم 75 ويتوقع وصولهم خلال الايام المقبلة السفينة التجارية المستأجرة ام في بولفورت يبلغ طولها 142 مترا معدة لهبوط مروحية على متنها خروق ماليشيات الحوثي واستهداف بعثة المراقبين ازاح الامم المتحدة خارج المشهد في مدينة الحديدة واجبرها على نقل مكان النقاشات ومقر اقامة المراقبين الى عمق البحر الاحمر فيما يستمر المتمردون في انتهاك الهدنة وحفر المزيد من الخرادق القتالية وتفخيخ المؤسسات والاحياء ذات الكثافة السكانية داخل المدينة معنا من جدة وكيل اول محافظة الحديدة سيد وليد القديمي اهلا بك سيد وليد معنا على سكاي نيوز عربية سيد وليد هذا الرفض الحوثي لتطبيق طبعا الانسحاب من هذه الموانئ المهمة وهو احد اهم اجزاء طبعا اتفاق ستوك هولم هنا وريد انا اسألك باعتقادك مع هذا الرفض الحوثي اين يضع هذا الرفض الامم المتحدة الحكومة الشرعية وايضا اتفاق السويد اخي العزيز والاخوة المشاهدين جميعا مضت الى يومنا هذا ما يقارب 51 يوم على اتفاق السويد وتسعى الامم المتحدة والحكومة الشرعية في تنفيذ هذا الاتفاق لتجنيب محافظة الحديدة وموانئها وابناء اتهاما بشكل عام ما تريد الميليشيات الحوثية من تدمير وخراب واقتتال في محافظة الحديدة اصبحت الامم المتحدة امام ابناء محافظة الحديدة وابناء اتهاما بشكل خاص وليس كابناء الامم كافة انها غير ذات مصداقية وانها كانت هي العائق الوحيد امام تحرير محافظة الحديدة الذي كان كابا قوصين او ادنى من قوات المقاومة التي كانت فيها على مشارف محافظة الحديدة وتبعد عن ميناء ما يقارب اثنين كيلو متر كانت الناس مستبشرة بالخير باتفاق السويد وتدخل أمم المتحدة حتى لا تتدمر بيوتهم ويتم قتلهم من قبل ميليشيات الحوثية التي كانت تخطط لقتال الشوارع داخل المحافظة ولكن الامم المتحدة هي عاجزة الى هذا اليوم و الى هذه الساعة من تنفيذ القرار بسبب تعنت الميليشيات الحوثية التي ترفض تنفيذ اتفاق السويد منذ نزول كبير المراكبين السابق الى تواجد كبير المراكبين الجديد الذي بدأ نعم لكن هذا اين يضع اذا ما قلنا الامم المتحدة عاجزة اين يضع الحكومة الشرعية في هذا التوقيت الحكومة الشرعية تمد يد السلام وما زالت تمد يد السلام من اجل تجنيب محافظة الحديدة واليمن كافة من اي اكتتال قادم تتعاون مع المبعوث الاممي تتعاون مع الامم المتحدة لا نريد الاكتتال نمد ايدينا للسلام ولكن طالما وان الميليشيات الحوثية ترفض تنفيذ اتفاق السويد والامم المتحدة تقف عاجزة عن تنفيذ القرارات التي اتخذتها ضد طرف الشرعية والميليشيات الحوثية فان الحكومة الشرعية جاهزة وستكون بكل قواتها داخل محافظة الحديدة مدعومة بالاخوة في التحالف العربي بكيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات المتواجدة ميدانيا في ارض المعركة الأمم المتحدة لكن الى متى سيد وليد؟ يعني هذه بعض الاستفسارات يعني تحتاج إلى تفسير الآن هناك أكثر من عرقلة هناك رفض واضح من الحوثيين بعدم الانسحاب لم نشاهد أي بيان من الحكومة الشرعية بربما الآلية القادمة او الى متى سيكون الحدود المقبولة للبقاء في اتفاق ستوكهولم هل هناك خط أحمر مثلا موضوع من لدى الحكومة؟ الحكومة الشرعية المطرفة في فخامة الرئيس التزمت للمبعوث الأممي والأمين العام بتنفيذ اتفاق السويد وهي الآن تسير مع الأمم المتحدة رغم تعنت الميليشيات أولا رفضها للحضور الاجتماعات في مناطق سيطرات الشرعية ومن ثم الاعتداء على موكب كبير المراكبين ومن ثم الإعلان عبر وسائل إعلامها كونها لا تريد كبير المراكبين وتم تقدم استقالته وتغييره رفضوا الاجتماع في البر فذهبنا إلى البحر سعين إلى السلام ولكن القيادة أعتقد أنها حددت مع المبعوث الأممي تحديد فترة زمنية محددة وأعتقد أنه تم إمهالهم لتنفيذ الاتفاقية ستة أشهر كادمة ونحن ننتظر ما الذي ستقدم أمم المتحدة ستة شهر وزيد وليد أمم المتحدة عاجزة عن المدة والمهلة التي قدمتها نعم فضل ستة شهور تقول سيكون هناك انتظار لتطبيق هذه الهدنة هناك ستة أشهر أعلن عنها هي بمثابة المواصلة في حل السلام من قبل أمم المتحدة على الميليشيات العوزية ولكن أخي العزيز إذا استمرت الميليشيات في تعنتها فنحن كأبناء تهامة وقوات المقاومة المتواجدة ميدانيا لن تصبر على تعنت الميليشيات ولن يوقفنا إلا داخل مدينة الحديدة وسنكون داخل منازلنا التي نبعد عنها مئات الانتهار عن نقطة تواجد قوات المقاومة والجيش الوطني الميليشيات أخي العزيز لماذا الاجتماع سيد وليد لماذا الاجتماع من اعتقالهم من منازلهم فكيف ستوافق لماذا الاجتماع سيد وليد على ظهر سفينة في عرض البحر يعني كيف تم الاتفاق على هذا الموضوع هو يعكس عدم السيطرة الميدانية على ما يحدث يعني عادت الأمور إلى ما كانت من ذي قبل من سنتين أو ثلاث سنوات باعتقادك هل موضوع السفينة كان إيجابيا لما يحدث موضوع السفينة أخي العزيز أن الأمم المتحدة أصبحت تخاف على من كامت بإرسالهم إلى الميناء بعد تعرض كبير المراكبين لإطلاق رساس من كبير الميليشيات الحوثية ولم تقم بالإعلان أمام العالم إن الميليشيات الحوثية قامت بالتعدي على موكب كبير المراكبين داخل مدينة الحديدة فلجأت إلى أخذ السفينة في عرض البحر حتى تكون مأمن لكبير المراكبين الجديد والوفد الذي معه وهناك أيضا سفينة تم إيجارها وهي شكلها سفينة فندقية سوف تكون في عرض البحر للمراكبين الـ 75 الأمميين الذين سوف يكونون إلى جانب كبير المراكبين والوفد الذي معه وهذا الدليل أن الأمم المتحدة أصبحت لا تثق في ميليشيات الحوثي بتواجد مندوبيها داخل مدينة الحديدة أو داخل الفنادق أو داخل الميناء نحن نقول الأمم المتحدة أن الميليشيات ستستمر في الاعتداء على كافة المندوبين أو المبعوثين الأمميين المتواجدين في مدينة الحديدة سواء في البر أو في البحر وهي لن تتركهم ولن تستطيع تنفيذ أي اتفاق الذي تسعى إليه الأمم المتحدة جاهدة منذ الـ 51 يوم إلى يومنا هذا نقول الأمم المتحدة اختصروا الطريق واتركوا الميناء واخرجوا واتركوا قوات المقاومة والجيش يحررون المدينة من هؤلاء الميليشيات الحوثية الأمم المتحدة تطرقت لاتفاق السويد من أجل تجنيب محافظة الحديدة من المعاناة والكارثة الإنسانية ولكن الأمم المتحدة الآن هي التي سببت الكارثة الكبيرة بعد توقف قوات الجيش من دخول محافظة الحديدة بسبب ما تقوم به الميليشيات الحوثية الآن داخل المدينة من الاعتقالات ومن التفخيخات ومن أيضا منع المساعدات الإنسانية التي تصل إلى أبناء المدينة وأبناء الريف أنفسهم الأمم المتحدة أصبحت الآن هي العائق أمام تحرير المدينة وهي التي تساعد الميليشيات في تفاقم المجاعة الإنسانية داخل تهامة بشكل كامل أشكرك كان معي من جدة وكيل أول محافظة الحديدة سيد وليد القدامي شكرا جزيلا لك